قاعدت نسمع في خطاب خطير جداً وهو إسقاط النظام بالشارع سمعتم المرة فات والانتخابات السابقة الأوانية في حين الرئيس الحالي أحباب نوكرهنا منتخب بسيفة ديمقراطية منتخب لعهدة الناس انتخبتوا يتحملوا مسئوليته وسيترشحوا بحصيلة سيدافعوا على حصيلاته وطول الناس كانوا كان الناس يعتبروا حصيلته جيدة يتوعادوا ينتخبوه وهذا من حقه وكان حاصيلته غيرها سيدة سيئة وما ينتخبوش أنا بالنسبة لي أنا منحبش صراع الشرعيات لأننا نعرف خطرة صراع الشرعيات وماذا يودي يعني ضد الدعوات الدعوات إلى انتخابات سابقة الأوانية وأسقاط أنا سمعت سقاط بالشارع يقولي هذا انتهي هذا هذا كله انتهي اليوم في تونس لا لا يحب يحب وكان هنا لا عودة إلى النظام الشمولي